اشتركوا في القناة مباشرة من الدوحة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا النساء مريم الطلاق التي سميت سورة النساء الصغرى التحريم الممتحنة المجادلة سور ارتبطت اسماؤها بالنساء في القرآن الكريم بل إن مفهوم النساء مفهوم مركزي داخل نسق المفاهيم القرآنية وهو كذلك ضمن منظومة المفاهيم التشريعية المنظمة للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع هل تشكل عودة النساء إلى القرآن الحل الأمثل لتحرر المرأة؟ النساء في القرآن موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة مع فضلة العلماء الدكتور يوسف القرضوي مرحبا بكم سيدي مرحبا بك أخي عطمان الخطاب القرآني هل هو خطاب تذكري؟ أي بمعنى هل هو للمذكر فقط؟ ما معنى تذكري؟ أي هل هو موجه للذكور فقط دون النساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد فإن القرآن الكريم هو خطاب الخالق عز وجل رب الناس ملك الناس إله الناس هو خطاب الله لخلقه لعباده للناس جميعا ذكورهم وإناثهم وهم جميعا مستوون عنده الله ليس ذكرا حتى يتحيز للذكور الله فوق الجميع ولذلك تصور الخطاب القرآني ذكوريا أو انثويا هذا خطاب هذا كلام غير وارد تماما من يعلم أن القرآن ده هو كلام الله الذي أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه يعني مش المعنى من الله والصياغ من محمد لا محمد ليس له إلا التلقي وجبريل نقله يعني من اللوح المحفوظ إلى قلب محمد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يسميه العلماء الوحي الجلي فيه وحي خفي مثل الإلهام مثل الرؤية في المنام رؤية الأنبياء حق أو النفث في الروع أو كذا ولكن هناك الوحي الجلي أن ينزل به الملك والقرآن كل من الوحي الجلي نزل به دبريل آية آية ما ليس هناك آية إلا ونزل بها دبريل عليه السلام فهذا القرآن كلام الله وكلام الله منزل على عبد الله الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده فهو عبد الله ليبلغ للناس كلمات الله عز وجل فهذا هو تصورنا للقرآن أنه كلام إلهي وحي إلهي ليس لجبريل منه إلا أن ينقله ومحمد ليس منه إلا التلقي والحفظ سنقرئك فلا تنسه ثم التبليغ بلغ ما أنزل إليك من ربك ثم البيان وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم إذن الخطاب ربما في كثير من الآيات توجه بصيغة المذكر إلى المؤمنين إذن النساء هنا نفهم أنهم مشمولات في هذا الخطاب مشمولات يقينا لأن الخطاب إذا كان موجه للجميع بيوجه بالخطاب الذكوري اللي هو واوي الجمع يعني ما يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم أول خطاب في القرآن في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم لمن هذا؟ هذا للجميع حينما يكون هناك خطاب للرجال وخطاب للنساء تكون الواو للجماعة والنون للنسوة إنما حينما يخاطب الجميع يخاطبون بواو الجماعة فأذي خطاب ولذلك النمح السلام كان في المسجد يقول أيها الناس وكانت سيدة أم سلمة تمشت شعرها وتنظم نفسها فتركت هذا كله وأقول لها إذا بيقول يا أيها الناس قالت لهم أنا من الناس يا أيها الناس لخطاب للجميع فهو خطاب إن كان بالصياغة الذكور واوي الجماعة هي في الحقيقة كطاب للجميع إحنا نقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا هذا ليس للرجال فقط للرجال والنساء وكل عربي يسمع ذلك يعرف أنه له هذا فلا شك في هذا إذن ما خصوصية ذكر النساء في بعض الآيات في بعض المواقع من القرآن الكريم هذا تخصيص بعد تعميم ما فيش مانع ما فيش مانع نعم البعض يعترض فضيل الدكتور على تغليب خطاب التذكير في قول الله عز وجل الموجه إلى المؤمنين والمؤمنات يعتبر إيه؟ ما أنا قلت لك لا هو مش مسألة تغليب مسألة إن هذا إذا لم يكن من خطابان موجهان واحد للذكور هو خطاب للجميع للجميع من غير شك والجميع يفهم هذا نعم العودة إلى القرآن الكريم فضيل الدكتور هل تشكل يعني إضافة لمفاهيمنا وتصوراتنا عن النساء لا كلمة إضافة لا تكفي القرآن ليس إضافة هذه تشكل أساسا القرآن هو الذي يضع الأسس ويضع المحاور ويضع الأركان فقلنا إن القرآن يشكل إضافة أو لا إضافة كلمة لا 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 كافية في هذا المقام نحن نقول إذا أردنا أن نأخذ تعاليمنا الشرعية أو أحكامنا أو توجيهات الله لنا من أين نأخذها؟ أول ما نأخذها نأخذها منين؟ من كتابنا القرآن القرآن هو الأساس هو مصدر المصادر نحن لما نتحدث عن السنة لك أن نستدل على حدية السنة بماذا نستدل على حدية السنة؟ نستدل عليها بالقرآن نستدل على حدية الإجماع بالقرآن القياس فالقرآن هو أساس الأسس فلا يكفي أن نقول إضافة لمفاهمنا لا هي الأساس الأول لمفاهمنا إذا أردنا أن نركز مفاهمنا عن المرأة أو عن الأسرة أو عن المجتمع أو عن الدولة أو عن الأمة نأخذ مفاهمنا الأساسية من كتاب الله عز وجل طبعا هو عندما نتحدث عن الإضافة نتحدث عن توسيع الفكرة عن المرأة عندما يتحدث القرآن الكريم فضي الدكتور أردنا الآن أن نقوم بمقارنة بين ما وصف القرآن الكريم به النساء وبين واقعنا ومجتمعنا كيف نجد الوضع ما هو الوضع برأيكم والله الوضع مؤسف للأسف نجد هناك فرقا شاسعا وبونا واسعا بين الواقع وبين المثال المثال الذي رسمه القرآن للمرأة المسلمة وبين الواقع الذي نعرفه كانت المرأة إنسانا أو المرأة ابنة أو المرأة أنثى أو المرأة زوجة أو المرأة أما أو المرأة عضوا في المجتمع نجد أن التعاليم القرآنية ترقى بالمرأة وتضعها في مكانة رفيعة جدا وتضع لها من الحقوق ومن التوجيهات ومن الحوافز والضوابط ما يجعلها في القمة ولكن للأسف لا تزال تغلب علينا مفاهيم مشكلتنا إن إحنا عندنا نوعان من المفاهيم اختلطت بثقافتنا فأفسدتها مفاهيم ممكن نسميها مفاهيم رجعية على حد تعبير بعض الناس جاءت من عصور التخلف الإسلامي وعصور التراجع في الحضارة الإسلامية العصور الأخيرة للأسف ومفاهيم أخرى مستوردة جاءت من الغرب كان أخونا رحمه الله عبد الحليم أبو شقة يؤدي مفاهيم جاهلية القرن الرابع عشر ومفاهيم جاهلية القرن العشرين كلاهما جاهلية لأنها بعيدة عن استمداد من أصول الإسلام ومصادر الإسلام فنحن لكي نعرف وقعنا ونقيسه بالقرآن وما يبينه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن للتحرر المرأة من الدعوات التي يتبنىها الكثير دعوات تحرير المرأة التي تأتي بتوجهات مختلفة ومن جهات مختلفة يكون بالعودة إلى أصول الدين إلى الكتاب والسنة هكذا تريدون القول المرأة التي تعود إلى الكتاب والسنة المفهوم الإنسان عن المرأة لتحرير المرأة كما يجعل هنا يقول أن تعود المرأة إلى الكتاب والسنة المرأة وحدها لا يكفي يجب أن يعود الرجل وتعود المرأة ويعود المجتمع كله إلى الكتاب والسنة لا يوجد فصل أن المرأة تعود إلى الكتاب والسنة إلى وحدها لا المرأة هي بنتي أو أختي أو زوجي أو أمي أو خالتي يعني ليس هناك فصل بين الرجل والمرأة فلكي يعني نحرر المرأة فعلا من القهود التي وضعت عليها ظلما أو نعودها إلى الفطرة التي أخرجتها منها الفلسفة الحديثة والحضارة الحديثة لكي نعود إلى المرأة إلى الوضع السوي الذي أحبه الله لها وجاء الإسلام به حقيقة لازم المرأة والرجل يتكاتفان جميعا للعودة إلى الكتاب والسنة على أن يحسن فهمهما الكثير يقول لك العودة إلى الكتاب والسنة ولكن للأسف البعض يفهم الكتاب والسنة فهما أعود أو أعرض لا ينتهي بالمرأة إلى الخير الذي يريده الله لها ولذلك لا بد من حسن الفهم عن الله والفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النساء فضل الدكتور تحتج على أن مجمل التفسير للقرآن الكريم إنما جاءت من ذكور وتطالب هذه النسوة بأن يكون هناك تفسير نسوي للقرآن الكريم ما رأيكم؟ هذا الجماعة اللي بسموها الآن للأسف النسوية الإسلامية ونحن ليس عندنا نسوية إسلامية ورجولية إسلامية نحن عندنا إنسانية إسلامية إلا عملية التفريق بين الذكر والأنثى أو بين الرجل وكأن بينهما معركة لا القرآن يقول يعني فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض يعني الرجل من المرأة والمرأة من الرجل هو يكملها وهي تكمله لا يستغني عنها ولا تستغني هذه هي الفكرة النظرية القرآنية أما هؤلاء يريدون أن يفصلوا بين الرجل وبين المرأة وللأسف هذه النظرية موجودة في الغرب من قديم ولكن قامت هذه الفكرة قام بها بعض النساء اللي يزعم أننا نقمنا بنسوية إسلامية ما فيش حاجة إنها نسوية إسلامية وقد عقدنا مؤتمرا في اليونيسكو من أكثر من سنة ليقمنا بهذه الدعاية للنسوية الإسلامية ولتفسير المرأة لنصوص القرآن انفردها بهذا التفسير وإبعاد الرجال عنها ودعوا إلى ذلك عددا من النساء في العالم ولكن أفسد عليهن خطتهم إحدى الأخوات المسلمات هي زوجتي سيدة إسماء بن قادة قدمت ورقة في الرد على هذه الفكرة مستمدة من مناهجهم هم المناهج الغربية ومعتمدة على فلاسفتهم فلاسفة المعاصرين والمحدثين وفلاسفة التنوير والرسو وكانت وهيجل وفلاسفة العصوب الوسطى تومس الإكويني والفلاسفة القدامة أريستو وفلاطون اعتمدت علىها ونقلت عنهم وبحيث أنه لم يجدوا مجالا للرد على هذه وقالتهم أنه هناك يعني التفسير هذا ليس أمرا سائبا التفسير له شروطه وهذا متصل بعلوم إسلامية أساسية علم التفسير أصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه وأصول الدين ومتبط باللغة العربية ومعرفة اللغة العربية العجيب أن كثير من هؤلاء الذين يتصدين لتفسير القرآن معظمهن غير عربيات وبعضهن غير مسلمات ويردن أن يعملن في تفسير القرآن وهن لا يفهمن المرفوع من المنصوب من المجرور ولا يعرفن علم النحو ولا علم الدلالات ولا علم الاشتقاق ولا علم الصرف ولا علم البلاغة كيف يفسر هؤلاء القرآن هم يريدون فصل النص عن قائله ولكن القائل إذا قال النص خلاص لم يعد له علاقة به هذا كلام الله كان كلامك الله دلوقتي أنت تفسره على أنه كلام عادي تتخيل ما شئت في التفسير وتستعمل التفكيكية وتستعمل اللسانيات وتستعمل الأنترولوجيا وتستعمل هذه الأشياء ولكن الحرية في أن تفسر ما تشاء كما تشاء يعني الحقيقة هذه يعني فوضى في العلم لابد له من قدوه خصوصا العلم المنسوب إلى أجل الله هذا كتاب ممكن بعض المفسرين يخطئ في آية أو أكثر ولكن لو أخطأ في آية في ستة لاف آية أقرأ يخطئ في هذه ولا في تلك ممكن تجد الرازي أخطأ في تفسير آية ولكن هناك مئات الآيات ترد عليه هو يرد أن ترد عليه نفسه في تفسيره وبعدين هؤلاء يعني في الآيات المتشابهات إنما الآيات المحكمات لا يستطيع مفسر أن يعني يخرج من إطارها لأن القرآن كما قالت أنزل على كتابينه آيات المحكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب ومعظم الكتاب الآيات المحكمات وضحات الدلالة وأخر المتشابهات المفروض المفسر حقيقي يرد المتشابهات إلى المحكمات فالمحكمات القاطعات الحاسمات هي الأصل ولذلك تحكم على المفسرين فلا يستطيع المفسر أن يغلب هذه الآيات المحكمات ومحكم التنزيل يعني يرجع إليه الجميع في النهاية فضي الدكتور البعض يرى أن حديث القرآن عن النساء ينقسم إلى قسمين حديث عن النساء كقصص النساء وحديث إلى النساء ما رأيكم وأي أثر لهذا التقسيم أسمع منكم الإجابة إن شاء الله بعد فاصل قصير تبقوا معنا مشاهدنا الكرام نعود إليكم بإذن الله تعالى أهلا وسهلا بكم مشاهدنا الكرام من جديد إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج الشريعة والحياة والتي نتحدث فيها عن النساء في القرآن مع فضلة العلامة الدكتور يوسف القرضوي سيدي كنت سألت البعض يتحدث ويرى أن الحديث عن القرآن ينقسم إلى قصنين قصن يتحدث عن النساء كقصص النساء وقصن يتحدث إلى النساء ما رأيكم وأي أثر لهذا التقسيم هذا صريح في الجملة إنما الحديث عن النساء بعض عن قصص للنساء مثل قصة ملكة سبأ مثل قصة أم مريم التي ذكرها القرآن في سورة آل عمران وهذا النوع من القصص أم موسى وكذا ولكن هناك أيضا حديث عن النساء مش عن قصص عن أحكام تتعلق بالنساء عن القرآن غير حديث إلى النساء في حدث عن أحكام الأحكام الشرعية المتعلقة عن سورة النساء عندنا سورة النساء هي ليست حديث إلى النساء ولا حديث عن قصص النساء إنما حديث عن الأحكام المتعلقة بالنساء المراس والحياة الزودية وهذه الأشياء في سورة البقرة أحكام الطلاق حتى كان يسميها سيد مسعود سورة الطلاق الكبرى في سورة الطلاق الصغرى أحكام النساء فغير القصص وغير الحديث إلى النساء هناك الحديث عن الأحكام وهذا أمر في غاية الأهمية ولكن هذا لا يترتب عليه هذا التقسيم للتصنيف إنما لا يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه أثر زبال فالدكتور دعنا نأخذ الدكتورة أسماء المرابط من المغرب وهي ناشطة في حقوق المرأة السلام عليكم دكتورة عليكم السلام ورحمة الله تفضل وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا الدكتور يوسف القراداوي تفضل أريد أن أقول أنني والله المتفقة مع الدكتور يوسف القراداوي فيما قاله خاصة في أن الوضع الآن يعني مؤسف للمرأة بالنسبة للنموذج تحرم الذي جاء به القرآن فنرى كما قال هو أنه القرآن نوه بمجموعة كبيرة من النماذج النسائية في مختلف الميادين تعبدية السياسية واجتماعية والجهادية فمثلا في مثل بالقيس وهو النموذج للحكم الديمقراطي كما يمكننا أن نسميه اليوم فتكلم عنها القرآن بالتنويه والرضا وكانت مثلا للتعقل وحسن التدبير فقولتها وهي قولة القرآن إن الملوك إذا دخلوا قرية أستدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة فقد عقب سبحانه وتعالى على كلامها بقوله وكذلك يفعلون كما قال ابن عباس فهو من قول الله وصدقها الله ولم يكن كفرها مانعا عن تصديقها في الحق الذي قالته وحتى العلامة ابن عشور ذكر أن الفقهاء استنبتوا من قولها ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون أن على القاضي إذا جلس للقضاء أن يقضي بمحضر أهل العلم ومشاورتهم ولكن السؤال الذي أريد أن أطرحه هنا فكيف يعقل أن بعض العلماء الآن يرفضون نموذج هذه المرأة لما نتكلم عن حقوق المرأة في حقوقها السياسية وحقها في الولاية السياسية مثلا ويعتبرون أنها كانت كافرة وأنها من الأمم التي سبقتنا فلا يجوز أحد العبرة منها وكيف يعقل أن يؤخذ من كلامها كما قال ابن عاشور قاعدة فقهية ولا تؤخذ هي كنموذج نساء للولاية السياسية ويؤخذ حديث أبا بكر الذي كلنا نعرفه كالمعيار وهناك نمالج كثيرة في هذا المجمون مثلا قد استجاب كما قال الدكتور القرآن لمطالب النساء كأم السلامة وأخريات لما اشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بغيابهن من الخطاب القرآن وكأن القرآن يذكر الرجال ولا يذكر النساء فنزلت الصورة المعروفة أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في آخره جوابا لهن واستجابة لمطالبهن فهذا يعبر عن احترام رأي المرأة وحريتها في التعبير عن رأيها فهذه حرية التعبير معيار مهم يتناقض بالأسف الشديد مع ما يقال عن صوت المرأة عورة في بعض القنوات الدينية الآن التي ترفض حتى أن تكون المرأة موجودة أو تتكلم أو غير ذلك الدكتورة أسماء المرابط من المغرب ناشطة في حقوق المرأة شكرا جزيلا لك فهذه الدكتور تسأل لماذا لا يقتبس الحكم الشرعي من قصة بلقيس التي كانت تتسم بالعقلانية بالقوة برباطات الجائش هناك البعض يضيق في موضوع حقوق المرأة في المشاركة السياسية سواء في الانتقابات المحلية أو النيابية أو حتى في تولي مناصب وزارية لماذا لا تولى المرأة أيضا الولاية العامة أنا استدللت بهذه الآيات وأيضا ذكرها الشيخ الغزالي رحمه الله يعني في بعض الكتب وقلنا أن القرآن حينما يذكر هذه القصص لا أذكرها اعتباطا ولا أذكرها للتسلية ولكن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ونحن معروف أن القرآن حينما يذكر هذه الأشياء يستفاد منها ويستنبط منها أحكام حتى وإن كانت كافرة ولكن القرآن ذكرها في معرض المده والثناء فهذه المرأة وأنها قادت قومها إلى خيري الدنيا والآخرة أنا يعني لي فتوى في كتابي فتوى معصرة عن ترشيح المرأة للمجالس النيابية وهذه الأشياء وذكرت أن هذه القصة ترد على الذين أخذوا بعموم الحديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة قلت أن السورة والقصة هذه ترد على هذا الحديث لا يقدر لأن هؤلاء أفلحوا الذين قدتهم وقدتهم بالشورة ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون وقدتهم بالحكمة والبصيرة لم تدخل في معركة خاسرة مع سليمان الأول أحبت تعرف هو نبي والملك وقربت بالهدايا والبتاع ولا صاحب دعوة ومصر على تحف يعني دخلت مع قومها كما قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فهناك من يستدل بهذا ولا يأخذ بعموم الحديث الذي ورد في أن لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة نأخذ فضيط دكتور سؤال عن الانترنت من الأخ عبدالعظيم فهمي المراغي من صعيد مصر يقول لم يرد في القرآن الكريم اسم أنثى إلا اسم السيدة مريم أم سيدنا عيسى عليه السلام يسأل لماذا لم يرد أو لم ترد أسماء أخرى من النسوة كأزواج الأنبياء وأزواج الفراعينة لم ترد لم تذكر اسم لم يذكر اسم امرأ صراحة إلا اسم مريم لماذا هو القرآن لا يعنى بذكر الأسماء يعني ما عدا الأسماء الأنبياء لأنه يذكر يعني هود وقومه عاد وصالح وقومه سمود وشعيب وأهل مدين وإلى آخر يذكر أسماء وما عدا هؤلاء لا يهتم بذكر الأسماء تجد مثلا الصحابة لم يذكر اسم صحابي واحد في القرآن غير زيد زيد بن حارسة فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها يعني إنما ثاني اثنين إذ هما في الغار أبو بكر من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهما لم يذكر أي اسم في القصص وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم قال لنا اسم اسمه المؤمن في صورة ياسين يعني فعزدنا بسال استقال كذا وكذا فالقرآن لا يعني بذكر لأن يهم العبرة لا نريد أن نتعلق بالأسماء وبالأشخاص مرة كنت بتكلم في قصة سيدنا موسى وبعد قالت لأخته قصي يعني فواحد بيقول لي هي أخته اسمها إيه إذا كان القرآن يعني لم يذكر إنت حتنسبه حتخطبه يعني ما فالقرآن يعنى برؤوس العبر ولا يعنى بهذه التفاصيلات ذكر الأسماء ذكر الأماكن ذكر الزمن تجد هذا موجود أحيانا في التوراة ولكن القرآن لا يعنى بهذه التفاصيل لكن البعض فضلت الدكتور يأخذ من هذا المعنى دلالة على أن المرأة أمرها قائمة على السطر وبذلك نقول لك الرجال فيه رجال مذكورين في القرآن غير الأنبياء كل الرجال الذكروا في القصص لم يذكر اسم واحد منهم هل مريم من الأنبياء أم لا ابن حزم يرى أن مريم من الأنبياء لأن الملائكة خاطبتها قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ويرى أن أم موسى نبيه أيضا أوحينا إلى أم موسى ربنا أوحى إليه وحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ولكن يعني جمهور العلماء النبوة والرسالة في الرجال ابن حزم يقول الرسالة معلش إنما النبوة أن يوحي الله إليها بشرع تعمل به أو يوحي إليها ببشرى أو يوحي إليها بخبر أو شيء يقول هذا جائز للرجال وللنساء معا ويستدل بظاهر القرآن أو حين أو قالت الملائكة ولا حرج في ذلك إنما الرسالة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أحد المشاهدين يسأل ما الحكمة من المولى عز وجل أن يجعل جميع الأنبياء والرسل من الرجال ولم يجعل منهم نساء لأن النبوة يعني مهمة عظيمة تحتاج إلى مشقة وتحتاج إلى صبر طويل شوف سيدنا نوح أعد ألف سنة إلا خمسين عاما يعني يدعو قومه رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا يعني قالوا لا نحن عايزين نشوفك ولا عايزين نسمعك والأصابعهم حتى لا يسمعوا واستغشوا ثيابهم حتى لا يروا المرأة لا تصبر على هذا فهذه المشقة تحتاج إلى خسونة الرجال وإلى عزائم الرجال ولكن المرأة تكون مساعدة كل نبي وجدنا معه امرأة يعني من عهد سيدنا آدم كانت حواء مع آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولما صدر إليهما الأمر الإلهي التكليف ولا تأكلها من هذه الشدرة فتكون لا تأكل صدر إليهما معا سيدنا إبراهيم كانت معه سارة سيدنا موسى كانت معه أمه أولا وأخته وبعدين امرأة فرعون وبعدين حينما تزود بنت الشيخ الكبير يعني نرد المرأة موجودة في حياة وبعدين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من آمن برسول الله أول صوت ارتفع بنصرة الإسلام هو صوت خديجة بنت خيرد التي قالت له والله لا يخزيك الله أبدا إلى آخره فالأنبياء هم الرسل والنساء أعوانهم على الرسالة فريد فريد دكتور رجاء التعبير عن الزوجة بلفظ الأهل كما في قول الله عز وجل وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا هذا اللفظ الأهل مستعمل اليوم أيضا عند الكثير من الناس أو عند بعض الناس هل في ذكر اسم المرأة أي حرج شرعي ليس هناك أي حرج الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب نساءه بأسمائه ولما ذهب كان في الاعتكاف وجاءت إحدى نسائه وتكلمه وبعدين بعض الصحابة مر رجلان من الصحابة وهو يكلم هذه المرأة فأسرع الخطأ فقال على رسلكما إنها صفية بنت حياي يعني مش امرأة غريبة أنتم خيفين لا يكونوا بكل إنها صفية ونحن نروي في الأحد عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه ما قال عن حفصة بنت عمر عن أم سلم يعني ليس هناك حرد في هذه القضية الناس هم الذين أوجدوا هذا الحرد من عند أنفسهم وليس من عندي الشرع يقول لك الأهل يعني كلمة الأهل علشان الجماعة الأولاد يعني كل هذا فرارا من أنه يقول امرأتي حتى مش عايز يقول امرأتي ولكن الأولاد الجماعة يعني فحتى مش بس الاسم حتى الوصف ولكن هذا ليس من الشرع في شيء لدي أيضا سؤال من الأخ أبو المهند من فلسطين يقول هناك حديث نبوي يذكر أن ظهور النساء في الأسواق من علامات الساعة الصغرى ما بدى صحة هذا الحديث ويسأل أيضا هل ظهور النساء في الأسواق محرم أو مكروه وما الفرق بين المحرم والمكروه أنا لا لا أعرف يعني مدى صحة هذا الحديث ولكن أعرف أن عمر رضي الله عنه ول امرأة محتسبة على السوق الشفاء بنت عبد الله العدوية من جماعته يعني من قبيلته وضعها محتسبا يعني هي اللي تقول لا ده غلط وده صح ده انت تقف هنا وانت تعمل كذا انت ميزانك نائص انت لك مش مزبوط انت كذا محتسبة على السوق فكيف يمنع النساء من المرأة تبيع وتشتري من حق المرأة أن تبيع وتشتري فكيف نمنعها من السوق ومن التجارة المرأة تملك كما يملك الرجل من يعني ما جاء به الإسلام ولم يعرف في الغرب إلا من قريب إنه أعطى المرأة ملكية حقيقية وأهلية كاملة للتصرفات فهي تستطيع أن تبيع وتستطيع أن تشتري وتستطيع أن تستاجر تستطيع أن ترهن وتستطيع أن تهكل يعني كل المعاملات تستطيع أن تقوم بها فلماذا لا تذهب في الأسواق الممنوع أن تذهب إلى الأسواق متبرجة تذهب إلى الأسواق غير محتشمة تذهب إلى الأسواق وتضيع الصلوات تذهب للتسكع هذا هو الممنوع ولكن للبعض يقول فضيل الدكتور بذهابها إلى السوق بذهابها إلى العمل ربما تسد الطريق أمام بعض الرجال العطلين عن العمل لا هذه ما يقول للسياسة الشرعية الولي الأمر عليه يعني يشوف هذا الأمر إذا كان هذا أثر على الرجال ممكن يدي للرجال فرصة أكتر ولكن الآن مثلا في عاصرنا أصبح الرجل والمرأة يتفاهمان ويتعاونان معا على النفق على البيت نجد في مصر وفي كثير من البلاد الموظف والموظفة يعني راتب الواحد منهما لا يكفي يتفقان أننا نعمل كذا ونعمل كذا على أساس يديران البيت معا وينفقان عليه معا وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ولا حرج فيه بالعودة إلى القرآن الكريم إلى كتاب الله عز وجل كيف يرسم الله تعالى الصورة الأمثل للتعامل مع النساء الصورة الأمثل للتعامل مع النساء أن تتعامل مع الأم بالبر تتعامل مع الزوجة بالمعروف تتعامل مع البنت بحسن الرعاية يعني القرآن جاء ببر الوالدين عامة وبر الأم خاصة العلماء يقول الأم لها ثلاث أرباع البر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل من أحق الناس بحسن الصحابة قال له أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك فقال الله والقرآن يقول وَلَا وَضَعَتْهُ أُمُّهُ وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَارِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وحمله وفصاله ثلاثون شهر فهوص بالوالدين ولكن خص الأم إن هي التي عانت هي التي تعبت هي التي كان بطنه له وعاء وثديها له سقاء وصدرها حجرها له حواء فهي المرأة الأم صاحبة الفضل الأكبر فهل ذلك القرآن يوسي أن تعامل بالبر وبرا بوالدتي ولم يألم أكن جبارا شقية وبعدين إذا كانت بنت يرعاها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الجاهلية للأسف كانت تضيق بالبنات وإذا بشر أحدهم بالأنثة ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما يبشر به يعني فيروح يشوف زقاق يمشي فيه ولا يمشي في الشارع العام حتى لا يقابله أحد كأنه ارتكب جريمة وبعدين يعد يفكر أيمسكه على هون أم يدسه في التراب وكثيرا ما تنتصر الفكرة السيئة أن يدسه في التراب يعده وإذا الموؤودة سؤلت بأي ذنب قتلت الإسلام يقول لك لا البنت بل يجعل رعاية البنت أكثر ثوابا من رعاية الولد وأيضا المرأة كإنسان يجب أن يرعى شأنها إن المرأة إنسان مثل الرجل تماما وأنه خلق الزوجين الذكر والأنسة كلاهما خلق الله كلاهما آدمي له حقوق الآدمي وأيضا الزوجة لها حقوقها القرآن فصل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن وأعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كذلك حتى لو أحس بعطفة النفور ما يسارع شيء بالطلاق لا أغضر على نفسه فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا إن كرهن بنا رزقك منها الدرية الصالحة يمكن كذا يمكن كذا وهكذا الله تعالى وصف كيد النساء بأنه عظيم إن كيد كنا عظيم هل يدخل هذا ضمن طبائع النساء ليس الله هو الذي ذكر هذا إنما القرآن ذكر هذا على لسان الشاهد الذي شهد ليوسف الصديق عليه السلام لأنه شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدقته من الكاذبين من قبل فصدقته من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصدقين فلما رأى قميصه قد من دبر من الخلف عرف إنه هو كان بيفر منها وهي اللي بتشده فقال لها إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم ولكن كن القرآن أقر هذا ولم يعقب عليه إذا أحيانا القرآن يذكر شيء يقول مثلا في قضية سورة الأهل عدد أهل الكهف قالوا ثلاثة رابع وخمسة وسارسهم كلبهم رجما بالغيب قال سبعة وثامنهم كلبهم ما قالت رجما بالغيب فرجما بالغيب ردت على هذا القول اللي ما ردش عن القرآن يحتسب فهذا لم يرد عليه القرآن ففعلا النساء لهن كيد أكثر من كيد الرجال والمثل يقول لك كيد النساء غلب على كيد الرجال دايما اللي بيستعمل الكيد الأضعف يعني حتى يقول لك مثلا كل قصير مكير وكل ذعاهات جبار يعني ليه ولأنه ربنا بيعوض يعني يعني لم يعطيه طول القامة يعطاه الأدهاء والمكر لم يعطيه بقى بصر يعطيه قوة في ناحية أخرى ده من التعوضات والعدالة الإلهية وذكرنا في الحلقة السابقة بأن كيد النساء عظيم بالنسبة لكيد الرجال وكيد الشيطان ضعيف وكيد الشيطان ضعيف بالنسبة لكيد الله عز وجل في حلقة سابقة أيضا فضي الدكتور عن فتنة المرأة تحدثنا عن قول الله عز وجل خذنا حلقة كاملة نعم زين للناس حب النساء هل هذه الصفة أيضا من طبع النساء بحسب القرآن يكفينا ما قلناه في الحلقة الماضية هل يصح القول أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام هو فيه هناك قولان للمفسرين هناك من يقول أنها خلقت من ضلع آدم من ضلع الأيصر كالنايم وهذا مذكور في التوراة يعني هذه مصادرها إسرائيلية ولكن هناك من المفسرين مثل أبي مسلم وكأن الإمام الراجي يؤيده لأنه ذكره ولم يعقب عليه قال أنه لا يعني هي خلقت يعني قول يعني قول الله تعالى وخلق منها زوجها مش ضرورة خلق منها يعني خلق عضوي زي ما قال ومن آيتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني خلق لكم من جنسكم يعني حتى يألفكم وتألفوه كما قال ودعل منها زوجها ليسكن إليها فكما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من جنسكم مش من الجن ولا كذا رسول من يعني فكلمة من أنفسكم أو منها يقصد من الجنس نفسه ونؤيد هذا وليس في الحديث لم يجي في حديث إنها خلقت الحديث قال استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة المرأة خلقت من ضلع وإن أعود شيء في الضلع أعلا يعني ومقصود من الضلع يعني الجانب العاطفي في المرأة إنها مش دغري تماما فيها نوع من الانفعال يغلب عليها الانفعال والانفعال ربنا خلقه في المرأة أكثر من الرجل وخلق فيها الجانب العاطفي أقوى شحنة من الرجل للأمومة حتى تصبر على متاعب الأمومة حتى يكون عندها من دفق الحنان ما تواجب به المطاع بحيث وضعته أمه وهنا على وهن حملته أمه كره وضعته كره كيف تحمل هذا لأن هناك عاطفة قوية تجعلها تصبر على هذه المتاعب كلها فضيل الدكتور الحديث يقول لو لحواء لم تخن أنثى زوجها الدهر والقرآن يقول ربنا ظلمنا أنفسنا فينسب الذنب لآدم عليه السلام وليحواء كيف نفهم هذا الحديث هذا الحديث صحيح في البخاري ولكن يعني شيخنا الشيخ الغزالي رحمه الله أنكر هذا الحديث في كتابه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث الحديث هو يقول لولا بنوا إسرائيل لم يخنز اللحم يعني لم ينتن ولم يتغير أنهم يعني ادخروا بعض اللحم والسلوى والأشياء فالسببوا في أن أصبح ربنا ابتلاهم بأن اللحم يتاينتن ولكن هذا قانون من قوانين الطبيعة سنة من سنن الله اللحم بينتن وبيتغير قبل بني إسرائيل ومن أيام ما خلق ربنا آدم هذه سنة إن اللحم إذا ترك لا لازم يتغير فلم يكن اللحم يعني مخالفا لهذه الطبيعة قبل بني إسرائيل وقال ولولا حواء لم تخن كأن حواء خانت زوجها هذا ليس له دليل من القرآن أبدا القرآن يقول إما إنهما أكل معا فأكل منها فبدت لهما سوآتهما فأكل معا أو إن آدم هو الأساس لأن في سورة طه قل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم ندد له عزما الكلام عنه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولي زوجك فلا يخر ينكم وبعدين الشيطان هل أدلك على شدرات الخلدي وملك الله يبل إلى آخر حتى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا فمش بس نسب إليه ملأ في أحيان نسب إلى آدم مما يدل على إنه والأصل والمرأة تبعته يعني قالت يعني هتترك إذا أحبت يعني يعني تفتح نفسه وكالت معاه فالأصل هو آدم فكيف نقول إنه هذه توراتية إسرائيلية إن آدم هي هي اللي زينت لآدم أبدا ليس في القرآن هذا قط ولا يوجد ولذلك يعني يخوني الشيء رزال توقف وأنا معه في هذا الشيء رزال مش توقف يعني أنكر الحديث ونحن لو نطبق عليه مقاييس العلماء في صحة الحديث لأن العلماء قالوا إن لكي يكون الحديث ضريح لازم يتصل بالسند الرواية العدل تام الضبط من مبدأ السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة يعني لا يكون هناك علة لا في السند ولا في المات ونا أرى إن هذا الحديث فيه علة إن النصف الأول مخالف لقوانين الطبيعة التي حكم الله بها هذا الكون ومخالف للقرآن فلذلك من حقنا أن نتوقف في قبوله فضيط دكتور لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكركم على هذه الإفاضة الطيبة كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم تحية من معدل برنامج معتز الخطيب ومن المخرج منصور طلافيح وهذا عثمان عثمان يستودعكم الله دمتم بأمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر